نقطة كمان فيه لقطة بتاعة الهدف اللي سجله مصطفى شلبي وأسوريو بكى في هذه اللقطة دموع نزلت هتقولنا يا جماعة اللقطة دي عشان ليه تعليق في هذا الأمر أيضا الراجل مضغوط هدف جيه برضو كان قابله هدف أباما عطول فبرضو ده عملت تجري وعايز يكسب عايز يفوق وعايز يفوق فرقته هتقولنا يا جماعة المشهد بتاع أسوريو بص بص بيبكي متأثر مضغوط صورة وسبت هنا بقى صورة مؤسرة جدا هتا تاني هتا تاني وسبت سبت عند وش عند وش أصول صورة مؤسرة جدا 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 الراجل شايل هم الناس تنتقدوا وإحنا ننتقدوا كل الناس تنتقدوا عايز الفرقة بس بقى سبت كده فرقة تكسب أيوة وقف هنا بقى لحظة تعالي أنا مش فاهم من الشخص اللي ما عندوش جزء من الإنسانية اللي يعود يهزر والتريع على صور زي دي يا جماعة أنا أتفهم المناوشات بتاعت الكرة فيها زار وضحك ونروح ونيجي وبتاعة ده ده العادي في الكرة في العالم كله وده المفوض يفضل موجود عشان تبقى الحياة حلوة كده نقط نهزر ده أساس المنافسة يعني بس اللقطات اللي زي كده ما ينفعش أبدا أبدا تقلل منها أو تعمل عليها إسقاط حضرتك في شغلك لما بتتضغط ممكن تعمل زي الراجل دوت وممكن لأ حسب شخصيتك يعني بس كل واحد بيعبر عن الضغط بطريقة ما لكن اللي عمل أسوريو ده لقطة بصيرها بتعاطف بإنسانية لكن هزار وضحك وإيه اللي حصل وإنت بش عارف إيه وإنت مفيش تهريك في الحاجات دي في حاجات كده ما بصدقهاش ما بفهمهاش فدي برضو لقطة من اللقطات المهمة في المباراة